لم يشأ أوباما مغادرة البيت الأبيض قبل فرض عقوبات على روسيا وترضي دبماسيها في خطوة يقال أن من ورائها أيضاً التضييق على إدارة ترامب وزيادة في هذا التضييق اضطردت واشنطن 35 دبماسياً من أراضيها بتهم تتعلق باختراقات إلكترونية وتجسس على الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب الدولماسيون الروس أو جواسس موسكو في الولايات المتحدة الخمسة والثلاثون غادروا أمريكا أمس الأحد بعد قرار رئيس الأمريكي بارك أوباما بطردهم من البلاد رداً على اختراق إلكتروني لمنظمات سياسية أمريكية خلال الانتخابات الرئاسية الاختراق الإلكتروني الروسي مر مرور النار في الهشيم إذ أشعل التوتر بين البلدين وزاد هوة الجفاء اتساعاً وأعاد تشكيل ملامح الحرب الباردة على صفيح ساخن روسيا يجب أن تدفع ثمن الهجمات الألكترونية على الولايات المتحدة هكذا قال السيناتور الأمريكي الجمهوري ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون مكين كذلك مكين بشر بفرض عقوبات كثيرة تشمل أيضاً المؤسسات المالية الروسية وصنف السيناتور الاختراق الإلكتروني على أنه عمل من أعمال الحرب روسيا لم ترد على ما أسمته سياسة غير مسؤولة أو هي أجلت الرد فيما يخص العقوبات وتردد دولماسيها وهذا أمر أثار يجاب الرئيس الأمريكي القادم إلى البيت الأبيض دونالد ترامب ووصف تأجيل رد موسكو على واشنطن بالخطوة العظيمة وزاد ترامب أنه كان يعرف فلاديمير بوتين رجلاً شديد الذكاء الغزل المتبادل بين ترامب وبوتين يأتي فيما يحزم أوباما حقائبه الدبلوماسية لمغادرة البيت الأبيض وآخر أنشطته فيه صفعة بوجه موسكو موسكو التي لم ترد أو التي ما كان لها أن ترد تعمل أن تتمكن من اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين العلاقات مع واشنطن بعد تولي ترامب السلطة لكن ترامب قد واجه صعوبات كثيرة في تغيير الدفة الأمريكية لصالحه وصالح روسيا بعد أن اصطف الديمقراطيون والجمهوريون في الضفة المشاكسة لموسكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر